موسيقى ضمن اجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا اعلنت وزارة الخارجية السعودية ايقاف تأشيرات العمرة وتعليق الدخول الى المملكة لاغراض العمرة لفترة مؤقتة لاتباع اعلى سبل الوقاية من الفيروس خاصة مع ظهور بعض الحالات المصابة في الدول العربية مثل البحرين والامارات وتستقطب العمر شهريا مئات الالاف من المسلمين من مختلف بلدان العالم ويأتي القرار السعودي قبل شهرين من حلول شهر رمضان حيث تتضاعف اعداد المعتمرين ويعد المعتمرون والحجاك في مكة اكثر عرضة للعدوى نتيجة لظروف الازدحام الشديد في اماكن الصلاة وتناول الطعام وفي وسائل النقلة كذلك علقت السعودية استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة في غضون ذلك نفت وزارة الصحة السعودية ما تناولته وسائل التواصل الاجتماعية حول إصابة شخص بفيروس كورونا الجديد في أحد مستشفيات مدينة الدمام شرق المملكة العربية السعودية فأعراض كورونا الجديد تشبه أعراض الإنفلونزة العادية وهي سيلان الأنفل صدع الرأس السعال التهاب الحلق حمى شعور بالتعب ويمكن أن تتسبب في أعراض شديدة وقد تتحول إلى التهابات رئوية والتي تسبب أعراض مثل حمى السعال مع المخاطئ ضيق في التنفس ألم في الصدر أو ضيق عند التنفس والسعال وتعد الالتهابات الحادة أكثر شيوعاً عند الأشخاص المصابين بأمراض القلب أو الرئة أو الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والردع وكبار السنة وعادة ما تنتشر فيروسات كورونا من شخص مصاب إلى آخر عن طريق الهواء عن طريق السعال والعطس والاتصال الشخصي مثل اللمس أو المصافحة ولمس كائن أو سطح به الفيروس ثم لمس فمك أو أنفك أو عينيك قبل غسل يديك إسراء سعد آخر النهار اشتركوا في القناة